ايوه هتعمل ده ازاي؟ هتعمل ده ازاي؟ طالب على كل دسك ازاي؟ ما انا هقول لحضراتك؟ برح حضر احنا عندنا في مدارس الفاصل ستين صح ده في تمانين؟ لا مثلا اه ده في تمانين ومية وعشرين؟ بصي احنا عندنا توزيع الكسافة في مصر عندنا خريطة كده فيها نقط حمراء مش كلها حمراء النقط الحمراء دي فيها كتير النقط الحمراء دي موجودة عندي تمام؟ انا بقى بقول واخدنا القرار ان احنا هنقسم المدرسة يعني مثلا خلينا ندي مثال ابتدائي مثلا اولى تانية تالتة يحضر الصبح ربعة خمسة ستة يحضر اخر النهار اخر النهار ده اللي هو الساعة كم؟ اللي هو من بعد الساعة واحدة واحدة يبقى ده خد يومه عادي جدا وده خد يومه عادي جدا وقات المدرسة هنا في الوقت ده انا رعيت الكسافات ده في المدارس ذات الكسافة العالية فهتعمل المدرسة فترتين زي زميل ويرجع لذلك لمدير المدرية باجراءات افرض المدرسة فيها فراغات انا لما مثلا اماكن مصرح او مدرج ويقدر ياخد واستوعب ونشتغل فترة واحدة مفيش مشكلة خلص الهدف الاسمة بس انت كده اثرت فترة الدراسة هرجع تاني للوضع اللي احنا فيه المدارس ذات الكسافة المرتفعة سيتم تقسمها عشان محدش يفهم يعني مثلا المدرسة اولى تانية تالتة الصبح وربع هايبلغوا امتى المعلومة دي بقى خلاص النهاردة اتكرارة طالع النهاردة فذات الكسافة العالية لكن المدارس الطبيعي بقى انه الولد او البنت يبقى على كل واحد على دسك كل واحد على دسك وده نقدر نعمله طبعا ما انا لو قسمت المدرسة نصين ايه اللي هيحصل ايوه ده احنا قلنا المدارسة هتقسم نصين ده في الكسافة العالية اللي في باقي المدارس يعملها خلاص ما اسموح له الهدف واحد متفين عليه القلية بقى عملها انا بقولك ما لقيش عندك كسافة ولا ولا فانت عايز طالب على كل دسك طالب على كل دسك مفيش فكرة ايوه بس الصف الواحد ما هو حتى اولى تانية تالتة الاولى دي اولى اول هتبص تلاقي الفصل الواحد فيه 60 طالب لا ما هيتفرد من عندي فصول شدط يا لبسها هنا اه ففضت فتاعمل قول اول قول اول بشرطة قول اول بقى مش قول اول قول اي قول اتالت بقى رابع وخمس وسادس انا فردناهم انا فردت مش الحاجة التانية بقى الفصحة فصحة بقى اه مهمة جدا انا ممكن ازبط الولاد وهم جوه الكلاس جوه الفصحة ساعة بيطلقوا فصحة هعمل بي وي ويجمعوا على بعض يعني بيلي مشكل صح ايه هتقولي مش هننزلهم فصحة لا 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 لكن هعمل الفصحة مرتين او تلاتة هتقسم الفصحة ايوه يعني سنة اولى ياخدوا البريك الساعة كذا سنة اولى وتانية مثلا مع بعض فصحة او اولى وتانية وتالتة وربعة وخمسة وستة ماشي بيحصل ولما اجا اطلع بيهم بقى اطلع الخروج بقى احنا والله احنا مذاكرين كويس الخروج الكبير لما الخروج هيبقى برضه اللي داخل البدري هيطلع بدري واللي داخل بعده هيطلع بعده فانا برضه عملت الايه فكيت فكيت شوية اه بس الخروج اللي ولاد بقى من اولا وتانية وتالتة دول خارجين مروحين ما هنا تبقى واهليهم وقفين لا ما هنا بقى بقى قصة بقى اللي ايه المشعبكة دي بقى انت بتكلميني في جزء غاية في الاهمية وهو التوعية